تقرير يكشف عن أزمة بين الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات بعد استهداف منشأة نطانز النووية وسط قلق من عودة الاتفاق النووي إسرائيل تعتزم إفادة مسؤولين أمنيين كبار إلى واشنطن في أسبوعين الحكومة اليمنية تحذر من تسارع تجديد الحثيين للأطفال وتطالب المبعوثين الأممي والأمريكي بالتحرك أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر كشف تقرير لإذاعة راديو فردة التابع للمعارضة الإيرانية كشف عن اشتعال أزمة ثقة بين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات وذلك على خلفية حدثة استهداف منشأة نطانز النووية وفي ظل اتهامات بالتقصير الأمني بين المؤسستين التقرير أشار إلى ضعف الأجهزة الأمنية ووجود فجوة في التنسيق بينهما ونوه إلى أن واقع تغتيال العالم النووي فخر زادت من حدة الخلاف بين الجانبين ما أدى لارتفاع وطيرة تبادل الاتهامات بينهما حتى وصل الأمر للتهديد باعتقال عناصر من كلتا المؤسستين اعتبرت صحيفة جاروسيلين بوست أن استهداف منشأة نطانز من شأنه أن يقلل الضغط على واشنطن ويمهل إدارة بايدن فرصة للحصول على تنازلات كبيرة من إيران في حالة العودة للاتفاق لكن الصحيفة رأيت أيضا أن الضربة لها أهداف أخرى منشأة نطانز الحسابات الأمنية والعسكرية وأبعد من ذلك كثيرا صحيفة جيروسيلين بوست قالت في تقرير لها أن العملية الأخيرة كانت لتحقيق هدفين الهدف الأول بحسب الصحيفة هو تأخير تقدم إيران في برنامجها النووي أما الهدف الثاني فقد ذهبت الصحيفة إلى ما قالت إنه ضرب نفوذ إيران التفاوضي على طاولة فيينا الصحيفة اعتبرت أن من شأن استهداف منشأة نطانز أن يقلل من الضغط على واشنطن ويمهل إدارة بايدن في العودة للاتفاق النووي أو الحصول على تنازلات كبيرة من إيران في حالة العودة إلى الاتفاق الأيام التي تلت الحادثة في منشأة نطانز ذهب النظام إلى القول إنه حقق قفزة كبيرة في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% الوصول إلى هذه النسبة يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي غير أن مصادر تحدثت للصحيفة الإسرائيلية بينهم رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي السابق أهارون زايفي المصادر قللت من أهمية فكرة احتفاظ طهران بهذه القدرة بعد تخريب منشأة نطانز واعتبروا ذلك دعاية إيرانية فارغة لحفظ ماء الوجه ومحاولة الحفاظ على شعور زائف بالضغط على واشنطن في المفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران حققت هذا المستوى باستخدام أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة لم تكن على ما يبدو من بين تلك التي استهدفت في الحادي عشر من أبريل أعلن الحارس الثوري الإيراني وفاة اللواء محمد إحجازي نائب قائد فيلق القدس إثر نوبة قلبية وكان قائد الحارس الثوري الإيراني حسين سلام عين محمد إحجازي نائبا لقائد فيلق القدس في يناير من العام 2020 ويعتبر إحجازي من الشخصيات المتيرة للجدل بسبب أرائه السياسية المتشددة كما يحمله المعارضون مسؤولية قمع المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الملف النووي وبينما لا تزال المحادثات في فيينا جارية بين الغرب وإيران خرج مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ليؤكد أن محادثات فيينا نووية كانت مثمرة لكنه شدد على عدم رفع العقوبات عن إيران قبل تأكد من التزامها ما سأقوله هو أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات ما لم يكن لدينا الوضوح والثقة بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب الاتفاق وأنها ستضع غطاء على برنامجها النووي البرنامج سوف يوسع وقت الاختراق ويقلل من مستوى التخصيب ونطاق التخصيب في إيران وحتى نثق بتنفيذها كل هذه الأشياء لن تقدم الولايات المتحدة أي تنازلات على الإطلاق كشف مصدر إسرائيلي للعربية أن تل أبيب فقدت القدرة تقريبا على تأثير في القرار الأمريكي معتبرا أن واشنطن لا تأخذ بالحسبان مصالح الحلفاء كما أكد المصدر الإسرائيلي للعربية أنه لم يعد من المستبعد صدور إعلان مبادئ حول العودة للاتفاق النووي خلال الأسبوعين المقبلين من جهته قال موقع إكسيوس الأمريكي قال إن إسرائيل قلقة للغاية إذا احتمالية عودة واشنطن للاتفاق النووي وتحاول بشتى الطرق إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بألا يخفف الضغوط على طهران نقل الموقع مسؤول إسرائيلي أن وفدا رفيع المستوى في تل أبيب سيصل واشنطن خلال أسبوعين لإجراء محادثات بشأن إيران ويضم الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس المخابرات الإسرائيلية تامير هايمن ورئيس المساد يوسي كوهي إذا قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الأمن عقد جلسة جديدة في وقت قريب لبحث الملف الإيراني وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء أمس عن تقارير استخباراتية في أول جلسة تُعقد منذ شهرين التقارير التي طلع عليه الوزراء كانت خاصة بالمواجهة الدائرة مع إيران في ظل المفاوضات الجارية في فيينا لعودة واشنطن للاتفاق بعد أن تحولت حرب الظلال مع إيران إلى مواجهة علنية بسبب التسريبات الإسرائيلية التي يعتقد بأنها من محيط نتنياهو عقدت الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتماعا لأول مرة منذ أكثر من شهرين واستقلق أن أعلنية المواجهة مع إيران قد تخلق ضررا مضاعفا تفهم استفزازا ومحاولة تخريب مفاوضات فيينا أمريكيا وتجر طهران إلى الرد عسكريا فإيران لم ترد على حرب السفن إلا بعد تسريب معلومات بأن إسرائيل استهدفت سفنا إيرانية منذ عام 2019 إسرائيل خرقت بصورة استثنائية الضبابية التي تكتنف عادة النشاط ضد إيران وحولت بهذا المواجهة إلى مواجهة علنية السبب قد يعود إلى تجنب المشاكل الداخلية في تشكيل الحكومة الكابنت الأمني خول الحكومة بترسيم حدود المواجهة مع إيران سياسيا وعملاتيا في ظل بدء التخصيب الإيراني بنسبة 60% القريبة من نسبة التخصيب العسكري وشدد على همية الحوار الهادئ مع أمريكا التي مررت رسالة لإسرائيل بأن عليها وقف الضجيج الإعلامي حول حرب البحار والعمليات السرية مثل نتانز لأن ذلك يعرض حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة لخطل الاستهداف رغم الضمانات الأمريكية لإسرائيل هناك قلق إسرائيلي من إصرار إدارة بايدن على العودة إلى اتفاق 2015 التقدير في إسرائيل بأن واشنطن تتقدم بسرعة إلى الوراء إلى العودة لاتفاق عام 2015 مع إيران وقد تتوصل لإعلان مبادئ في خلال أسبوعين ويقول مصدر إسرائيلي مطلع إن إسرائيل فقدت تقريبا قدرة التأثير على قرار واشنطن في هذا الملف رغم تغني نتنياه الدائم بأنه رأس الحرب في مواجهة إيران إلى أنها باتت في عهده تسيطر على أربع عواصم عربية وباتت على تخوم الجولان المحتل وباتت أقرب أيضا إلى القنبلة النووية والأهم بأن إسرائيل باتت شبه وحيدة في المواجهة فيما تدير الولايات المتحدة أوروبا حوارا نشطا مع إيران زياد حلبية العربية القدس الغربية اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيات الحوثي بغسل عقول آلاف الأطفال بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران معتبرا ذلك بمثابة جرائم إبادة جماعية بحق الطفولة وفي تغريدة له وصف الإرياني ما تقوم به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من غسل لعقول الأطفال وتجنيدهم في صفوفها وزج بهم في مختلفات جبهات القتال بجرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزن وحذر الإرياني من مضاعفة ميليشيات الحوثي الإرهابية لواترة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب ودع وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن إلى اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن أعلنت ميليشيات الحوثي تشيع 26 من عراصرها بينهم قيادات ميدانية في صنعاء وتعز ممن لقوا مصرعهم في جبهات القتال ونشرت في كارة أنباء ميليشيات الحوثي أسماء قتلها الذين شيعتهم السبت والذين يحملون رتبا عسكرية مختلفة هذا اندلعت معارك عنيفة على جبهات المشجع بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي اشتركوا في القناة وبتزامن مع خسائرها البشرية الكبيرة وللمرة الثانية منذ بدء هجومها على مأرب تفشل ميليشيات الحوثي بإقناع قبائل خولان إحدى قبائل طوق صنعاء بإرسال أبنائها للقتال في مأرب حيث اعتذرت القبائل عن تلبية طلب الميليشيات برفضها بالمقاتلين مع ارتفاع خسائرها البشرية في مأرب تفشل ميليشيات الحوثي من جديد بإقناع خولان إحدى قبائل طوق صنعاء بإرسال أبنائها للقتال في مأرب حيث رفضت القبائل تلبية طلب الميليشيات إمدادها بالمقاتلين سياسة التحشيد الحوثية بدأت بزيارة وفود الميليشيات إلى قبائل خولان لطلب هبة منهم مقدمين لهم الوعود بتحسين أوضاعهم المالية إلا أن القبائل وللمرة الثانية منذ بدء معركة مأرب مطلع فبراير الماضي ورغم سياسة الترغيب والترهيب والضغوطات التي تمارسها الميليشيات اعتذرت عن الزج بأبنائها مع الحوثيين في الجبهات خولان هي أكبر تجمع قبلي في توق صنعاء تحديدا شرق المحافظة في المنطقة الواقعة بين العاصمة صنعاء ومدينة مأرب وهي منطقة جبلية وعرة تتكون من تسع قبائل بني بهلول، اليمانيتين، بني ضبيان، السهمان، الأعروش، بني جبر، بني شداد، بني سحام وجهم التي تقتن في منطقة صرواح بمأرب ومعظمها تقاتل إلى جانب ميليشيات الحوثي لجوء الحوثيين لحجد مقاتلين من خولان يأتي بعد أن استنزفوا أعدادا كبيرة من أبناء قبائل توق صنعاء الأخرى في مختلف الجبهات على مدى السنوات الماضية بالمحاصلة يتعامل الحوثيون مع القبيلة كمخزن بشري لا يستخدمون أبنائها تحت الضغط أو التغرير بهم وأيضا الشراء بالمال مستغلين ظروف الفقر والجهل الذي تعيشه القبائل ويستخدمونهم وقودا لحروب الميليشيات التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد لسر وبحسب يكارة الأنباء السعودية فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها إلى جانب مناقشة الأحيات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أهلا بكم الجديد أعلنت بزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث خروج قطار عن القطبان في رحلته من القاهرة إلى مدينة المنصورة في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من شهر تفاصيل مع أحمد أثمان دماء ودموع وأشلاء حادثة قطار جديدة في منطقة طوخ في محافظة القليوبية انقلاب مفاجئ لعدد من العربات من قطار المنصورة القاهرة المحصلة الأولية هي أكثر من عشرة قتلى وعشرات المصابين شهود عيان وناجون رووا لنا تفاصيل الحادث بعض التقارير غير رسمية أشارت إلى أن القطار كان يسير بسرعة عالية في منطقة إصلاحات وتحويلات وعدم وجود إنذار مسبق من ناظر المحطة لصائق القطار ما تسبب في كسر القطبان وانحضار القطار وانقلاب العربات ما يرجح احتمالية الخطأ البشري سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الإصابات ملحوة يعني فيه إصابات أخف الإصابات الشديدة عددها أقل التضامن موجود دايما هناك مع شركائنا من الجمعات الأهلية بنقدم كل حاجة يمكن كان فيه دعم وقت الحادث على طول في نقل أسر المصابين لأماكن المستشفيات بنسد في أي حاجة لغاية ما هو يتعافى وبعد ما يتعافى هو ليه تعويضاته التي فرضها لها والقانون الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتحديد أسباب الحادث وزير النقل كامل الوزير توجه لموقع الحادث فور وقوعه وأشرف على عملية رفع العربات ولكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية مفضلا انتهاء النيابة العامة من المعاينة وإصدارها لبيان عن ملابسات الحادث جديد بالذكر أن حادث قطار الطوخ أتى بعد أسباع قليلة من حادث تصادم القطارين في محافظة السهاج أصفر عن وفاة عشرين مواطنا وإصابة العشرات ويبقى تكرار مشاهد حوادث القطارات في مصر أجبه بالكابوس المتكرر الذي ينجح دائما في إصابة المصريين بالحزن والغضب أحمد عثمان العربية مدينة بنها محافظة القليوبية في مقابلة على قناة ABC الأمريكية قال وزير الخارجي أنتوني بلينكين أنه يرفض الانتقادات الموجهة إلى خطة رئيس بايدن بسحب القوات من أفغانستان لأن الولايات المتحدة أوفدت في مهمتها لإنهاء قدرة القاعدة على ضرب الولايات المتحدة كشف مسؤولنا في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جوزيف بايدن اتخذ قرار الانسحاب الكامل من أفغانستان على رغم نصيحة الضباط المسؤولين بالبقاء أو بترك قوات قليلة العدد هناك وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تحاشر رد مباشرة على اختلاف وجهات النظر بين الرئيس والقادة الحاليين واكتفى بالإشارة إلى السابقين لدي احترام كبير لجنرال بيتريوس والجنرال دانفورد والآخرين لكننا أخذنا نقاشا كاملا قبل أن يتخذ الرئيس هذا القرار مستشار الأمن القومي تحدث يوم الأحد أيضا وتحاشى الإجابة على سؤال الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس وكبار الضباط وحاول إضاح مسألة التهديد الإرهابي وضرورة معالجته بدون الانتشار في أفغانستان لدينا الإمكانيات وبعد التموضع تستطيع قواتنا أن تتبع قمع الإرهابيين في أفغانستان لا أستطيع ضمان ما يحدث في البلاد ولا أحد يستطيع إثاره الخلاف وجهات النظر بين القيارات العسكرية والرؤساء الأمريكيين تتكرر في كل مرة يناقش الأمريكيون الانتشار أو الانسحاب أو خفض القوات لكن الحقيقة هي أن الرئيس هو صاحب القرار الوحيد الرئيس استمع إلى العسكريين وقادت الأمن ثم اتخذ قرارا نستطيع مناقشة المضمون لكن الأمور سارت بشكل صحيح هناك مشاعر متناقضة لدى العسكريين كبار الضباط سابقين وحاليين يعتبرون أن الانسحاب من أفغانستان خطأ ومجازفة صغار الضباط والجنود يعتبرون أن لا شأن للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان في أرغانها العربية تونس تحت الإغلاق بعد أن وصل وضع الوباء إلى مستوى خطير حسب وصف السلطات الحكومة التوليسية قررت تعليق الدراسة وحضرت تجور لكافة وسائل النقل العمومي ليلاً وإغلاق المحلات التجارية واعتماد الحج الصحي لكل مسافري مراسل العربية وكب أول أيام تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا مع أول أيام تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا هكذا بدت شوارع العاصمة التونسية خالية إلا من بعض مظاهر الحياة كورونا تلقي بثقالها من جديد على التونسيين وحياتهم الوضع خطير هكذا قيمت الحكومة الوضع تم الوقوف على خطورة الوضع حالياً فقد التأمت اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 بصورة عاجلة ومتأكدة الوضع كارثي وخطير وهو ما حتى ما تعليق الدروس وحضر جولان العربات وكافة وسائل النقل العمومي ليلاً وغلق جميع المحلات التي لا تحترم توقيت حضر الجولان مع العمل بنظام الفرق في القطاع الحكومي واعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين إجراءات كان للتونسيين آراء مختلفة حولها جاد الفقير بما لديه يعني هذه الحد الأدنى من الإجراءات أو الحد الأدنى من الحاجات اللي ممكن تنقص شوية أو في كسر حلقة العدوى مخرين يسر يسر وخروا على الإجراءات هذه نغم الموارعي من قبل ما هيش كافية يلزم 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 الانضباط ويلزم أكثر جرأة باش الناس يلزم الحجر الصحي حجر الصحي شامل الإجراءات الحكومية وصفت بالموجع خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لكن رائحة السياسة تفوح منها وفق المراقبين هذه الإجراءات ومضمونها يعكس درجة الارتباك الذي تتخبط فيه هذه الحكومة هي من ناحية عادت على قرارات سابقة وانتخذتها ثانيا قدمت وأطنبت في واجبات المواطن التونسي لكنها في المقابل لم تقدم إجابات أو إجراءات تهم الخيارات الحكومية هذه الإجراءات الجديدة ستبقى محل مراجعة وتقييما حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد مستقبلا بين الوضع الوبائي الكارثي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تحاول السلطات التونسية تكبح جماح كورونا عبر حزمة إجراءات جديدة علها توقف انتشار الفيروس ولا تمس التونسيين في قوتهم اليومي ولد عبدالله العربية تونس أرنت سارا والترز المسؤولة في شركة أساس زينيكا لصحيفة كورير النمساوية أن الشركة تدرس إنتاج لقاح معدل ضد لقاح المتحور الجنوب إفريقي أو الفيروس المتحور الجنوب إفريقي متوقعة أن يكون جاهزا بحلول نهايته هذا العام مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة الناجم عن فيروس كورونا في تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل أعلى عدد يومي للوفاة منذ بدء الجائحة حيث أعلن عن قرابة 320 حالة وفاة خلال 24 ساعة ما يرفع إجمال عدد الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و300 ألف إصابة فيما أبلغت الوزارة عن حوالي 56 إصابة مؤكدة جديدة البيانات الأسبوعية أظهرت أيضا أن مقاطعة كنكالي شمال غرب البلاد سجلت أعلى معدل إصابات في تركيا في السعودية ومع بداية شهر رمضان تجاوز حجم تبرعات الحملة الوطنية للعمل خاري في منصة إحسان 300 مليون ريال الحملة أفادت بأن 99% من مبالغ التبرعات في منصة إحسان مخصصة للحالات داخل السعودية وأن 1% فقط من التبرعات ستذهب لحالات خارج السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأضافت الحملة بأنها مستمرة حتى نهاية رمضان إذ يمكن التبرع عن طريق منصة إحسان أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية وليد الأببارة بأن الحوثيين لا زالوا يستغلون اللاجئين الأفارقة وذلك منذ العام 2016 فيما يتعلق أن هناك أفارقة يقاتلون مع الحوثيين يتم إغواءهم عن طريق المال خصوصا الشباب الذين غادروا بلادهم من أجل تحسين شروط الحياة يتم إغواءهم أيضا هذا واضح وموثق أيضا الجزئية الأخرى التي لفتت انتباهي في هذا التقرير قول الصحفية الأرومية بأن موظفي المفوضية السامية في صنعاء المعتقلون هذا أيضا صحيح أكدنا مرار المطالبنا أيضا حينما طالبنا بنقل المكتب المفوضية من صنعاء إلى عدن تم فتح مكتب آخر في عدن وكان هذا أيضا إيجابي لكن للأسف الشديد لا يزال المكتب المفوضية في صنعاء وكل المنظمات الدولية العاملة في صنعاء تحت الضغط الشديد هؤلاء لا يستطيعون أن يتحركون ولا يستطيعون أن يعملون ولا يستطيعون أيضا أن يرسلوا تقارير محايدة ومهنية وندد الأبارة بعدم محاسبة الميليشيات حتى الآن على انتهاكاتها بحق اللاجئين داعيا إلى تشكيل لجنة للتحقيق على المستوى القضائي يفترض القضاء الوطني بدرجة رئيسية هو الذي يفترض يقوم بواجبه لكن للأسف الشديد نحن في الحكومة الشرعية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات هي خارج عن ولاية القضاء في الوقت الراهن بمعنى هذه ميليشيات مسلحة وهي تسيطر على الأرض وبالتالي من الصعب استدعاء القتلى والإرهابيين من ناحية أخرى المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الجهة الدولية المعنية بهذا الملف وكنا نأمل خلال أن يتم الدعوة لتشكيل لجنة التحقيق خصوصا بعد مطالبتنا في الحكومة الشرعية والعديد منظمات الدولية والمنظمات المحلية بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث لكن للأسف الشديد المفوضية لم تستجب لهذه الدعوة حتى هذه اللحظة يعاني سكان المخيمات في مأرب من نقسم بالمتطلبات الأساسية بالإضافة إلى حركة نزوح لا تتوقف بعد إغلاق بعض المخيمات بسبب قصف الحوثيين وتحويل سكانها إلى مخيمات أخرى مقتضة حال مسوية يعيشها سكان المخيمات في مأرب هرب أغلبهم من مناطق سيطرة الحوثيين ولجأوا لمأرب لكن قذائف الميليشيات لحقت بهم فقد استقبل مخيم السويداء نازحين تعرضت مخيماتهم للتدمير جراء القصف الحوثي كنا فيهم مخيم صنعاء وجدت عيني القذائف الحوثي في ليلة ما أدرين لو الناس مفعلين بيننا وهجينا هكذا أدرين حينهم مقبورين وحنا حياة بيننا ترابون كما تشوفون ما خيمة واحدة لو الغبار بينها يعني حالة تعبة يلتقي مدير المخيمات بالنازحين يستقبل طلباتهم التي أثقلت كاهل المدينة فمأرب التي كان عدد سكانها ستمائة ألف عام 2015 أصبح تعدادها السكالي ثلاثة ملايين جلهم من النازحين نحتاج إلى تحرق ملموس لتوفير احتياجات النازحين في محافظة مارب وأيضا لتوقيف هذه القصف الميليشياوي من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية ندعو إلى توقيف هذا القصف على النازحين في محافظة مارب لأن الحرب القائمة في محافظة مارب تعتبر حرب بالدرجة الأولى حرب على النازحين دخول شهر رمضان زاد من المعاناة تطبخ هذه السيدة فطور أسرتها الذي يقتصر على وجبة واحدة يوميا في منزلهم الذي لا يتعدى خياما ملتسقة ببعضها ومياها لم تعد تكفيهم لنهاية اليوم 136 مخيما للنازحين في مارب والأعداد التي تلجأ إلى المدينة لا تتوقف قبيل الإفطار بلحظات تستعد آلاف الأسر النازحة في مخيم السويداء وغيرها من المخيمات في مأرب لإعداد وجبة الإفطار التي لا تتعدى صنفين من الأكل لعدم تواجد أكثر من ذلك وهو ما يعانيه الأسر ما تعانيه الأسر في رمضان بالإضافة إلى قلة وندرة المياه الباردة في ظل الأجواء الحارة مع ضروف الصيام عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث مخيم السويد أكدت مصادر كردية قيام طائرات حربية تركية بقصف قرى كردية في قضاء العمدية بالعراق ليلة الأحد الاثنين ووضحت المصادر أن الطائرات التركية قصفت سبعة قرى كردية مستهدفة معاقل حزب العمال الكردساني فيما لم يتضح حتى الآن مدى الخسائر التي خلفتها تلك الغارات خلصت دراسة تشارك في إعدادها باحثون أمريكيون وصينيون إلى أن الهجمات الإلكترونية على الأنظمة النووية يمكن أن تؤدي لنشوب حرب يستخدم فيها السلاح النووي الحرب في الفضاء الإلكتروني قد تنقل إلى الواقع لتهدد حياة الملايين دراسة استمرت ثلاث سنوات أجرتها معاهد شانجهاي للدراسات الدولية ومؤسسة كارنيجي حذرت من أن الهجمات الإلكترونية على الأنظمة النووية يمكن أن تؤدي لنشوب حرب يستخدم فيها السلاح النووي وخلص البحث الذي شارك في إنجازه باحثون أمريكيون وصينيون إلى أن القوى الكبرى لا تفتقر فقط إلى آلية للتعامل مع خطر الهجوم على الأنظمة النووية وتحوله إلى حرب بل إنها لا تدرك التهديد الكامل لذلك ونبهت إلى أن الخطر قائم حتى لو كانت نية التجسس الإلكتروني على دولة ما دفاعية ذلك أنه من المحتمل أن ترد الدولة الضحية للتجسس بانزعاج شديد وقد تستخدم أسلحتها النووية قبل اختراقها محذرة كلا من واشنطن وبكين من الإنجيرار إلى الخيار النووي خاصة مع وجود تفاوت في القدرات النووية بينهما ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة حوالي 5800 رأس نووي يوجد في الصين فقط مئتان تنامي الخطر الإلكتروني بين القوتين العظميين تجلى على أرض الواقع فخلال العام الماضي اتهمت شركة صينية لمكافحة الفيروسات الولايات المتحدة بالتورط في عملية تجسس إلكتروني في المقابل اتهمت مايكروسوفت الصين باختراق برنامج البريد الإلكتروني لصرقة البيانات من باحثين ومؤسسات أمريكية وخلال جلسة استماعي الأسبوع الماضي قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر ري إن مكتبه يحقق في نحو ألفي قضية ترتبط بالحكومة الصينية مشيرا إلى زيادة بنسبة 1300% في تحقيقات التجسس الاقتصادي على مدى السنوات الماضية إلين يوسف العربية أجازت مزارة الصحة الإسرائيلية للإسرائيليين عدم ارتداء الكمامات في المناطق الخارجية والهواء الطلق حاليا المطار ما يزال مغلقا ميسون ولكن عمليا في شهر مايو في آخر مايو تقريبا سيفتح المطار للسياح بمعنى سنبدأ نرى وصول السياح الأجانب لأول مرة منذ أكثر من عام لإسرائيل وهذا في دلالة عمليا على أن إسرائيل قد تكون اجتازت أزمة كورونا بشكل أو بآخر هناك دول في العالم طبعا اجتازت هذا الموضوع موضوع الكمامات والإجراءات مثل نيوزيلندا ودول أخرى عمليا ولكن إسرائيل عمليا تعتقد بأن حتى نهاية مايو ربما تستعيد كامل الطاقة العادية للحياة بمعنى دخول وخروج سياح والطيران وما إلى ذلك سيعود بشكل طبيعي عمليا اليوم يمكن أن نرى منذ أكثر من شهر في إسرائيل بأن الحياة العامة تقريبا بدأت تعود شيئا من حيث الخروج إلى المقاهي إلى أماكن الترفيه وما إلى ذلك ما زال هناك إجراءات فقط فيما يتعلق بالأطفال لأنهم لم يتلقوا اللقاح كما هو معروف قالت الخارجية الأمريكية في بين الله أنه نظرا لاقتراب المتمردين المتزايد من العاصمة الشادية واحتمال نشوب أعمال عنف في المدينة فقد صدر الأمر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة شاد ترجمة نانسي قنقر